ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يعيد فيها المصرف المركزي في طرابلس الليبيين بالاستجابة إلى شيء من آمالهم وقدر من أحلامهم المتواضعة في تحقيق استقرار اقتصادي يعيد للدينار الليبي شيئا من كرمه وكرمته التي افتقدها بعد أن أصبح مجرد ورقة لا تساوي تكلفة طباعتها وعود سرعان ما يختزلها المركزي في قول مختصر بأن الخزائن خاوية وأن الاقتصاد يسير إلى هاوية بعد وعود الإجراءات المؤلمة والحاسمة والدفاع عن هيبة العملة الوطنية جاءت وعود اعتمادات المائة مليون المخصصة لاستراد أضاحي العيد خراف لم ترى لها هيئة ولم يسمع لها صياح فبات عيد الأضحى هذا العام عيدا يفتقر إلى أضاح عز طلبها وسكاكين غاب من يشحذها وبلا رائحة شواء إلا رائحة شواء جلود المواطنين تحت أشعة الشمس الحارقة أمام المصارف مصارف تعاني نقصا في الأموال وخدمات مصرفية جمعت بين النطيحة والمتردية وما نهشت الذئاب المنفردة ومورد حاويات التراب قالها هيردوت من ليبيا دائما يأتي شيء جديد يوم يؤرخ لرغيف الخبز وآخر لليوم العالمي لمحطات الوقود التي تفتقد المحروقات وثالث لموسم الهجرة إلى الظلام ومواسم لشح السيولة ومواسم للغلاء وموسم وحيد لهجرة الاقتصاد إلى المجهول بجيوب خاوية إلا من الهواء بين زرائب المواشي على الطرقات الرئيسية في العاصمة وضواحيها يتجول المواطنون وهم يتحسسون جيوبهم وجلودهم في رحلة البحث عن خروف العيد بين جماعة الخراف التي أرهقتها شمس المقيل فانزوت منكفئة على أنفسها تجتر الأحزان في بلد الأحزان